اعلن الفريق الوطني الطبيل للتصدي لفيروس كورونا أنه بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية وبحسب المعطيات والمستجدات تم تحديث آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدءا من يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري وتعتمد الآلية المحدثة على المتوسط اليومي لعدد الحالات في العناية المركزة وبين الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن الانتقال من مستوى لآخر تنازليا يستوجب البقاء في نفس المستوى لمدة لا تقل عن أسبوع ولكن الانتقال من مستوى إلى آخر تصعديا لا يستوجب إتمام المدة المحددة لكل مستوى ونوها أنه يمكن للفريق الوطني الطبي التوصي بالانتقال إلى أي مرحلة بناء على أي مستجدات طريقة مشيرا إلى أن الضوابط المحددة للمستويات وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا قابلة للتغيير بحسب المعطيات والمستجدات وبين الفريق الوطني الطبي أنه بناء على تحديث آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا تم تحديث دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارات الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا موضحا أنه بناء على التحديث سيتم إلغاء إلزامية فحص الحرارة وتسجيل بيانات غير المتطاعمين عند الدخول لأي منشأة إلى جانب فتح مناطق الانتظار مؤكدا ضرورة الالتزام بلبس الكمة ماتي في المناطق الداخلية ومواصلة إجراءات التعقيم بصورة مستمرة وتشجيع الحجز المسبق والدفع الإلكتروني إلى جانب اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس